من جديد يستفيق النجفيون على هذه المشاهد من الدمار والخراب فما انحل الصباح حتى انكشفت معه الإجابات على الأسئلة التي أطلقوها فجرا بعد سماعهم صوت انفجارات مدوية تبين إنها تعود لاستهداف أحد مكاتب حركة عصائب أهل الحق في المحافظة مخلفة ضرارا مادية جسيمة مثل حالة صراع حقيقية بين الأطراف السياسية المتنازعة وكذلك يؤشر إلى ظهور الحركات الدينية المتطرفة التي بدأت الصراع فيما بينها يتضح على مستويات عدة منها ضرب المقارات الحزبية أو المقار لهذه الأحزاب وكذلك عملية الاختيالات والاحتداءات المتكررة استهداف مقار التيارات السياسية في النجف بالهجمات الصاروخية لم يعد سابقة من نوعها فقد شهدت المحافظة على مدى الفترات السابقة استهدافات مشابهة طالت مكاتب ومقارات حزبية وسياسية ينفذها مجهولون ويراها متابعون بالمحاولة لتأزيم الصراع ونقله إلى إتون حرب مستعرة ضرب الاستقرار الأمني في هذه المحافظة الجليلة الشريفة له ما له من حسابات بالتالي المراد في حالة عدم تحقيق الاستقرار الأمني في كل حال البلد لا سيما في محافظة نجف الأشرف يراد إلى أنه مسألة ضرب الاستقرار السياسي الموجود بشكل عام القيادات الأمنية في النجف بدورها لم تعلق على حادثة استهداف مكتب العصائبي أو الدوافع من ذلك فيما لم تتبنى أي جهة مسؤوليتها أيضا ما يوسع بحسب مراقبين من دائرة الاتهامات باتجاهات عدة من النجف محمد رزاق التغيير